حاجة أخيرة متعلقة بمباراة الأهل والزمالك كلام كتير على حكام هذه المباراة حسب المعلومات الوردة إلينا لغاية هذه اللحظة إن لجنة الحكام بتفضل اختيار أمين عمر لإدارة هذا اللقاء مع وجود الكابتن محمود عشور على تقنية الفار وهنا بنحط مليون علامة استفهام ليه؟ هو الخطأ اللي حصل في مباراة الزمالك وبيراميدز ينفع أكافئ الحكم على خطأه وحطه في تقنية الفار في مباراة الأهل والزمالك أنت عملت أزمة نفسك وسفرت بعدد حكام قليل يهما تخط بقى وقال فرحان يهما تستعين بطاقم تحكيم إماراتي على تقنية الفار يهما تشوف حكام أجانب للمباراة شوفوا لا حل لكن حكم أخطأ خطأ جاسيم في مباراة زمالك وبيراميدز ما ينفعش يتقرر في مباراة الأهل والزمالك واللي بيدعو أنهم تظلموا بالعكس أنت متأهل بسبب أخطاء تحكمية واضحة وضوح الشمس فلغاية دلوقتي الأخبار اللي جايانا من الإمارات أن أمين عمر حكم ومحمود عشور على تقنية الفار وهنا أكيد بنحط التساولات كتيرة إزاي؟ إزاي محمود عشور؟ الحكم الرابع هل ممكن يبقى أحمد الغندور ولا هيتم الوضع في الاعتبار الأزمة بين الغندور وجوزي جميز نتيجة أحداث مباراة زمالك والمصري فهيتقى حد تاني غيره هل ممكن محمد معروف؟ ده اللي هنشوفه الفترة اللي جاي طيب